السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 4 من الفصل الرابع سنتناول عملية مميزات البودر متاليجي أو عملية استخدام تكنولوجيا المساحية في الحقيقة لقد بدأنا بداية مخالفة للكثير من الفصول التي سنتناولها بالشرح والتحليل لماذا؟ لأن دراسة أو عملية معرفة مميزات وعيوب البودر متاليجي تعمق المفهوم الأساسي لمفهوم هذه العملية لذا واجب أن نبدأ بها حتى تقرب هذا المفهوم لما يجهزنا أن نفهم الخطوات التي ستأتي بعد ذلك مميزات البودر متاليجي أول ميزة من مميزات البودر متاليجي يمكن استخدام هذه الطريقة إلى المواد التي تكون لديها متانة عالية أو سترينس عالية ومرونة أقل لأن مثل هذه المواد يكون من الصعب تشكيلها بالطرق العادية كالحدادة أو الضرفلة أو ما شابه وبالتالي يمكن لنا في منتهى سهولة أن ننتجها بتاريخ البودر متاليجي إذن ميزة من مميزات البودر متاليجي أننا يمكن استخدامها للمواد التي لها السرينس عالية أي متانة عالية ومرونة أقل ليس هذا فقط إنما يمكن أيضا إنتاجها أو استخدامها لإنتاج المواد التي لها درجات صهارة عالية مثلا على سبيل المثال لو أنا لدي تانجستان وهو عنصه درجة حرارته حوالي ثلاث تلاف ومتين أربعة وعشرين هذه الدرجة الحرارة درجة صار عالية لو أردت الحصول عليه بالطرق التقليدية كالسباكة مثلا فإنها تكلفة المنتج الواحد منه ستكون تكلفة عالية لذا أنا أستخدم طريقة البودر متاليجي وهي طريقة تعتبر لا أستخدم فيها درجة حرارة عالية وبالتالي تكون تكلفة أقل الميزة الثانية إن هي إن المواد ذات السمحيات العالية يمكن استخدامها في طريقة البودر متاليجي بأقل عدد خطوات لأنني لو استخدمت الطرق التقليدية في إنتاج المواد ذات السمحيات التشغيل العالية سوف يكون هناك تكلفة عالية مثلا على سبيل المثال لو أن أنا أردت إنتاج منتج ما لغسة محيات التشغيل العالية وليكن بتقليدكة الكاستنج إذن نتيجة لعملية التسخين والتبريد سيتقلص المنتج لذا لا بد من تعويضه عن هذا التقلص أي أن أنا أزيد من المواد الداخلية في عملية السباك وهذه تكلفة عالية أما في عملية البودر متاليجي فأنا لا أستخدم دراجات حرارة عالية وبالتالي يمكن أن أستخدمها لإنتاج المواد ذات الـ High Tolerance Parts أو المواد ذات السمحيات التشغيل العالية رقم ثلاثة High Alloy Content Possibly Often Alloy Content Access Solability Limit of Conventional Road Metalurgical Processing في الحقيقة هذه الجزئية تتحدث عن أننا يمكن أن أضيف أي نسب من المواد مع بعضها البعض عندما أنتجها بالبودر متاليجي لماذا؟ لأن لو أردت إنتاج مثل هذه الماتيرين بالطرق العادية طريقة السباكة مثلا فإن لكل مادتين مع بعض أحب أن أنا أنتجهم بالسباكة وأن هناك حد لزوبانية لا يمكن أن أضع خطها أما عملية البودر متاليجي لا يوجد فيها زوبانية من الأصل وبالتالي يمكن أن أضيف أي نسب من هذه المواد مع بعضها البعض ترجمة نانسي قنقر